السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم أعزائي الله بالصف السابع مجددا في وحدة جديدة الوحدة الثانية عشرة عشت يا أردن فينا لدينا نص استماع أسئلته سنجيب عنها بعد القراءة الاستماع والاستماع إلى النص جيدا وموضوع التحدث نبدأ بقراءة الأسئلة متى بدأ العمل بجائزة الحسن للشباب سمي اثنين من البرامج الشبابية التربوية للجائزة اذكر هدفين من أهداف الجائزة ما مستويات جائزة الحسن للشباب على ما يحصل المشارك في الجائزة إذا حقق متطلبات المستوى الذي يشارك فيه السؤال السادس هو لك في رأيك ما أثر مثل هذه البرامج والجوائز في تنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم استمع للنص جيدا حتى تجيب عن الأسئلة جائزة الحسن للشباب سميت هذه الجائزة باسم سمو الأمير الحسن بن طلال المؤسس الجائزة وراعيها وبدأ العمل بها عام 1984 ميلادي توفر الجائزة للشباب الأردني من سن الرابعة عشرة إلى الخامسة والعشرين فرصة المشاركة في عدة برامج شبابية تربوية منها الخدمات المجتمعية النشاط الرياضي الرحلات الاستكشافية وتهدف إلى بث روح المشاركة والعمل الجماعي لدى الشباب بعيدا عن التنافس مثل ما تهدف إلى تعزيز قيم التكافل والحس بالمسؤولية وحب الوطن والانتماء إليه وللجائزة ثلاثة مستويات برونزية وفضية وذهبية ويحصل المشارك الذي يحقق متطلبات الجائزة في كل مستوى على شهادة تقدير شهادة تقدير موقعة من سمو الأمير الحسن بن طلال إذن نبدأ بالإجابة عن السؤال الأول متى بدأ العمل بجائزة الحسن للشباب في أي عام؟ في عام الف وتسعمائة وأربع وتمانين سمي اثنين من برامج البرامج الشبابية التربوية للجائزة من هذه البرامج النشاط الرياضي والرحلات الاستكشافية اذكر هدفين من أهداف الجائزة تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز قيام التكافل الاجتماعي أعتذر أعتذر التكافل والحس بالمسؤولية وأيضا تهدف إلى بث روح المشاركة على ما يحصل ما مستويات جائزة الحسن للشباب برونزية ثلاث مستويات فرونزية فضية ذهبية على ما يحصل ماذا يحصل أو على ما على ماذا يحصل المشارك في الجائزة إذا حقق متطلبات المستوى الذي يشارك فيه سيحصل على شهادة شهادة التقدير موقعة من سمو الأمير طلال الحسن بن طلال أعتذر الأمير حسن الحسن بن طلال نأتي يا سابع إلى التحدث المطلوب منا صف العلم الأردني حيث ألوان هو ترتيبها إلى ما يرمز كل لون في العلم وكم عدد رؤوس نجمة العلم الأردني إلى ما ترمز رؤوس النجمة في العلم الأردني وثانيا يريد مننا أن نستعمل الإجابات لنتحدث عن أن العلم هو رمز الوطن ويمكنك الاستفادة من قول الشهر عبد المنعم الرفاعي خافق في المعالي والمنا عربي والضلال والسنى في الذرة والأعالي فوق هام الرجال زاهيا أهيبا نأتي الآن إلى وصف العلم الأردني من حيث ألوانه وترتيبها العلم الأردني يتكيون من ثلاثة أربعة ألوان ألوانه أربع ألوان ما هي الأسود؟ طبعا رح أحكي بالترتيب يامس أحمق أبيض أعتذر طبعا الأسود من الأعلى أبيض بالوسط أخضر بالأسفل مثلث ثلث أحمر على الجانب الأيسر يتوسطه نجمة سبا عية الروس لما يرمز كل لون في العلم كل لون من الألوان يامس يرمز إلى شيء الأسود نكتبهم هون الأسود الأبيض الأحمر الأخضر أعتذر نكتب الأخضر وآخر إيش الأحمر والأحمر الأسود يامس هي راية الدولة العباسية الأبيض راية الدولة الأموية الأخضر راية آل البيت والأحمر والأحمر راية الثورة العربية الكبرى أما بالنسبة للمثلث الموجود على الجانب الأيسر للعلم طبعاً إذا كان العلم من هاي الجهة يامس العلم من هاي الجهة المثلث أعتذر بالغض النظر هي على الجهة اليسرى طيب يامس المثلث بيحتوي على حكينا نجمة سباعية بتدل على ماذا؟ سألني كم عدد الرؤوس حكينا سباعي سبعة سبع رؤوس إلى ما ترمز رؤوس النجمة ترمز إلى فاتحة القرآن اللي هي السبع المثاني هنا نعمل سبع آيات وأيضاً في مقولة تقول يامس أنها تدل على جبال عمان السبعة تمام؟ طيب يا سابع بيضال عندكم موضوع أن نتحدث عن أن العلم هو رمز الوطن كل علم يرمز لوطنه فما رأيك أن تتحدث في هذا الشيء نأتي الآن يامس لقراءة درس أو نقرأ درس القراءة المطلوب وهو قلبي لغيري هوى الأردني ما خفقه هذا النص هو لحيدر محمود دعونا نتعرف بالشاعر ونتما نعود لقراءة النص حيدر محمود هو شاعر أردني اشتهر بشعره الوطني له عدة دواوين منها شجر الدفلة على النهر يغني عباءات الفرح الأخضر الذي أخذ منه هذا النص إذن الأبيات مأخوذة من الديوان الشعري الذي اسمه عباءات الفرح الأخضر نحفظ اسم الشاعر نحفظ اسم الشاعر نحفظ الديوان والديوان اللي أخذ منه النص طبعا بشكل عام الشاعر في القصيدة يتغنى بالأردن قيادة وشعبا وجيشا وقد أظهر إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين فيها وتحدث عن صفات الجيش الأردني ودوره في حفظ الأمن وإمنه واستقراره وصفات الأردنيين وتعلقهم بأرضهم وقيادتهم نذهب لقراءة النص ومن ثم إن شاء الله في الحصة القادمة سنقوم بشرح أبيات نبأ قلبي لغير هوى الأردن ما خفق للشاعر حيدر محمود قلبي لغير هوى الأردن ما خفق وغير ربع الجباه السمر ما عشق ولا أحبت عيوني مثل طلتهم على الرواب رماحا تنشر العبق فهم لضا وشذا شمس ودالية سبحان من جمع البارود والحبق يا نخلة العز شمس العز صاطعة على الربوع التي أعطيتها الألق جعلتها واحة خضراء دانية قطوفها وتركت السيف ممتشق فمن أراد الشذا كنا أزاهره ومن أراد الأذى كنا له الأرق ونحن نحن سواء أمطرت ذهبا سماء أو طاننا أو سدة الرمق فليس يجمعنا خوف ولا طمع لكنه العشق والدنيا لمن عشق الحص القادم إن شاء الله نقوم بشرح الأبيات وحل الأسئلة يعطيكم ألف عافية السابع ترجمة نانسي قنقر